بحث وزير الدفاع الفريق الركون محسنة داعري مع رئيس هيئة الاركان العامة في المملكة العربية السعودية الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي طبيعة الموقف العسكري وتطورات لوضاع على الساحة اليمنية وتطرق الجاربان في اللقاء المناعقد في مقر وزارة الدفاع السعودية بحضور نائب رئيس هيئة الاركان العامة قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزمع إلى مستجدات الوضاع العسكرية والميدانية واعتداءة ميليشيا الحوث الإرهابية على مواقع القوات المسلحة اليمنية بشكل مستمر في أكثر من جبهة إضافة إلى أعمال القرصنة وتهديد طرق الملاحة البحرية وخطوط إمدادات الطاقة العالمية وما تشكله من إقلاقا للسلم والأمن الدوليين وثمن وزير الدفاع دعمل شقة في المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقواته المسلحة مشيدا بالموقف السعودي الثابت لجانب اليمن وتطلع شعبه في استعادة دولته وأمنه واستقراره وثمنا التضحيات الجسام التي تقدمها المملكة في معركة المصير المشترك ودعمها اللامحدود اليمن على كافة المستويات